السيد الرئيس المفدأ وضع ذمته وضع نفسه على ذمة دولة أجنبية تحديداً الولايات المتحدة الأمريكية في نسخة دونالد ترامب والتقى بمسؤول أمني في السفارة الفرنسية بباريس جاهل تونس يوم 19 أوه 2019 سورة المسؤول الأمني وهو اسمه عاطف الحمزاوي وهو المسؤول الأمني الذي التقى بالسيد الرئيس المسؤول الأمني في السفارة الأمريكية في باريس التقى به يوم 19 أوه 2019 تحديداً سوف نرى المقهى التي قاعدت فيه بالتبع رواضي كلنا عنا مؤيدات وعنا مقاطع فيديو سيتم نشرها الأيام القادمة سوف نرى المقهى التي أكيد من الناس لا يعرفونها المقهى هذه في حي النصر 2 هذه هي المقهى التي جلست فيها السيد الرئيس ومدير حملة الانتخابية فوزي الدعاس سوف نرى تصوير مدير حملة الانتخابية للسيد الرئيس سوف نتكلم بالوثائق وبالمعطيات وبالأدلة وبمقاطع الفيديو نعود نأكد أنه ثم مقطع فيديو موجود للسيد الرئيس وفوزي الدعاس وضابط أو مسؤول أمني من السفارة الأمريكية في باريس المقطع ذاية عند الجهة التي توصلنا معها نحن نفصل الوضعية للناس المتابعين تقريباً قعدنا 4 أشهر اللوجة في الحقائق وقدرنا نصل للجهة التي سلمت الفلوس التي أعطيت الفلوس تباعاً لسيد الرئيس مبالغ مالية طائلة وهذا هو فوزي الدعاس وهذا هو مدير الحملة الانتخابية للسيد الرئيس سوف نريكم تصوروا مع السيد الرئيس المفدى بصراحة معنا الحقيقة التي تصلنا لها تخير اخترا برشا ندعي النيابة العمومية أن تدخل وهذا هو فوزي الدعاس مدير الحملة الانتخابية للسيد الرئيس هذا هو الشخص التقى كما قل لكم في المقهى في حي النصر 2 يوم 19 أود 2019 والسيد الرئيس وضع ذمته منذ ذلك الوقت على ذمة الولايات المتحدة الأمريكية نسخة دونالد ترامب تمكننا بعد معاناة تقريبا أربع أشهر من المحاولات عبر وسطا وعبر الناس ساعدونا في الوصول إلى هذه الجهة هذه وثائق المعاينات تشوفوا معناها نقربكم من الكاميرا الحوالات التي أرسلها الضابط الأمني أو المسؤول الأمني في السفارة الفرنسية بباريس أرسلها إلى مدير حملة قيس عيد فوزي الدعاس مبالغ مالية طائلة كانت ترسل تباعا عن طريقة تطبيقة وخدمة وستيرن في تونس بالمناسبة أيضا هذا هو السر استقبال السيد الرئيس بصفة متكررة لمحافظة البنك المركزي وكان يقول السيد الرئيس أنا أعلم التحويلات الأجنابية التي تدخل البلاد فهو قاعد يهدد في الحزاب ربما إطلاقات الأموان من الخارج يقول لهم توري وراني نوري أنا أثبت هذه اللحظة أني لا أتبع أي حزب في تونس أنا أتحدى سيد الرئيس أن يكذبني أتحدى البنك المركزي أن يكذبني هذه وثائق تثبت أن تلقى أموال طائلة من السفارة الأمريكية في باريس واتفق على دعمي بأموال طائلة وهذه دعوة للنيابة العمومية أنها تفتح بحث